لم توفر قيادة عراقية بارزة فرصة مناسبة للتعبير عن امتعادها ورفضها للتدخل الإيراني ولعل ما قاله عمار الحكيم رئيس طيار الحكمة في العام 2017 كان مؤشرا واضحا أقتبس حرفيا من كلامه إذ قال نشكر إيران على مواقفها وندعو إلى تأسيس منظومة علاقة متينة ورصينة مع محيط العراق العربي والإسلامي وفق مصلحة العراق أولا والمصالح المشتركة بين هذه الدول مضيفا أن شعار طيار الحكمة هو أن العراق جسر للتواصل وليس ساحة للصراع ويفتح ذراعيه للجميع للانضمام إليه وأن البلاد في حاجة إلى طيار جديد يقبل التحدي ضمن أطر المنافسة الشريفة وكل طموحات المشروعة يمكن تحقيقها إذا توفرت إيرادة سياسية جديدة واعية ومنتجة الحكيم ومن الكويت التي يزورها حاليا يقول أيضا إيران لن تقبل أن تذهب للهاوية بمفردها والكويت قادرة على لعب دور للتخفيف من حدة التوتر وقبلها وعبر صفحته على تويتر عبر الحكيم عن موقفه بالقول علينا أن نبعد البلاد من سياسة المحاور أما عن المرجع الشيعي السيد علي أسيستاني والمعروف عنه رفضه لولاية الفقيه فكان له موقف مؤخرا لدى استقباله الرئيس روحاني دعا فيه إلى ضرورة اعتماد سياسات إقليمية ودولية معتدلة في هذه المنطقة الحساسة لتفادي وقوع الكوارث على الشعوب في تلميح إلى العدوى بين إيران وسعودية وهذا ليس بالجديد على سيستاني الذي لفت في عام 2015 إلى أن مساعدة بعض الأصدقاء في معركتنا ما لا يعني غض الطرف عن هويتنا واستقلاليتنا